في ظل الارتفاع في درجات الحرارة وشفتناكم موجة حرارة قادمة بالعراق لنعيش كنا درجة الحرارة وصلت للذروة 52 و 53 و متوقع باتشر 54 وهو ايضا قدم نصائح للناس حتى يجنبون ضربة الشمس لانهم تعرفون تصل الى حد الوفاة هذه ضربة الشمس لان تم معالجتها فوريا تفاجئنا بوجود اصابات اجرامية قامت بعمليات اجرامية باسقاط وتفجير عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصارت ضيم ضيمين هم ارتفاع درجة الحرارة وهمين كهرباء ماكم و اوعزت القوات الامنية بملاحقة هذه الاصابات وكشف الجنات ومعرفة الاسباب وراء مثل هذه الافعال الاجرامية وحتى نتكلم اكثر في هذا الموضوع وكيف يتم التعامل مع مثل هذه الاصابات وانا بالستوديو الفريق الركن المتقاعد الأستاذ جليل خلف حياك الله سلام سيادة الفريق يعني اولا انا سايد بحضورك ومنورنا اليوم حضرتك اليوم احنا بالعراق ملفاتنا هواية الامنية كل شي هواية سلاح منفلت اصابات داعش وعمليات المستمرة انتهاك بالسيادة مثل ما يقولون واخرها عمليات اجرامية متفرقة شفناها في منظومات نقل الطاقة برأيك يعني هذا كل ادي يصير مو دليل واضح على ضعف المنظومة الامنية بالعراق هذه ابراج الضغط العالي واللي انشئت من قبل 2003 هاي تقدر تحمل يعني الف وماتين ميجاوات يعني هاي الف وماتين مو شوية طبعا يعني الشغل لها عدة محافظات ولذلك هاي ابراج الضغط واللي حامل الكهرباء استهدفت استهدفت سواء قريبة من هذه النقاط اللي جنابك ذكرتها او بعيدة وحتى استهدفت بعض محطات توليد الكهرباء كما حدث في سامراء ضربت وانت تلاحظ التخريب قاعد يحدث في اربع محافظات هي كاركوك وصلاح الدين وديالة والموصل وحتى الخطوط اللي مرتبطة بين قليم كردستان والموصل وبقية المحافظات ايضا ضربت هذه حقيقة هناك تشعوبات في هذا العمل التخريبي اول متهم هو داعش ولكن لحد الان لم تمسك السلطات الامنية اي داعشي يحترف انه هو قام بهذا العمل يعني على الرغم انه الشهر الفائت اكثر من 30 عملية تخريب في هذه الخطوط بس ما مسكوا ولا واحد ولا واحد احترف واتبنوا داعش الموضوع سيادة الفريق نعم يعني ما شفنا بالسوشال ميديا داعش تبنتها العملية وايضا وكعملية صارت في خط النقل بين البصرة بين الناصرية والبصرة والعمارة هذا بالجنوب ايضا نعم احنا نواصل الحديث يعني جاي اقول لك اذا داعش المتهم الاول في هذه المناطق اللي ذكرتها زين وانت جنابك ذكرت نقطة مهمة سواء في الناصرية او في البصرة او غيرها من محافظات جنوبية هاي هم داعش لا هناك استهداف سياسي السياسين يضربون بالبلد وناسين الشعب وناسين انه هذا الشعب اللي الان اي شعب بالعالم لا يتحمل درجة حرارة خمسين او خمس يعني في بعض الدول الاوروبية اذا وصلت الحرارة ربعين يمكن يموت كم واحد الباحة بموسكو او ثلاثين بالشارع اطفاء ترش مي بالضبط بالضبط ولذلك اشوف هذا الاستهداف السياسي بيدخلون مضاربات اصحاب المؤلدات الكبرى اللي بيعون للشعب الكهرباء بمبالغ هؤلاء لا يريدون انه الكهرباء تستقر اثنين المضاربات السياسية الموجودة في البلد ايضا هؤلاء السياسين يحاولون باي صورة اسقاط بعضهم البعض من خلال تدمير المنظومة الكهربائية انت لو تلاحظ هاي مصر مصر شعب يعني فقير ليس بمستوى الشعب العراقي او التروات قصدي اللي تأتي سواء من النفط او غيرها مصر خلال فترة قليلة السيسي استطاع ان يعالج مسألة الكهرباء وان يغطي فاظم كفينة فنعم نعم والان هذا الربط اللي موجود الان اكون اتفاقية بيننا وبين دول اللي عقدة اجتماع في بغداد الاردن ومصر والعراق هذا هذا طرح هذا الموضوع صح ولذلك نشوف السياسين ليست لديهم نية في ان تكون الكهرباء مستقرة في العراق انت مع حكم العسكر نعم اي شنون يتم يعني احنا ما بقى النوقت بس في عجالة الشون مفضل يتم التعامل مع المخرب السقوات الامنية المفروض اكو قائد عام واكو الوية موجودين عفوا شون يتم التعامل مع شون يعني التحقيق يتم شو كش ما اسمعنا لا اكيد هما هسا مطروح رأي هذا انا ايده انه يعني على اساس هناك نية التعاقد مع الصن طائرات مسيرة هي تراكب فقط الخطوط الناقلة للكهرباء محطات الكهربائية وتستطيع ان توجه اندار مبكر الى القوات الامنية لغرض معالجة المخربين اللي برأيك هذا حل استراتيجي يعني والله ماكو غير ماكو غير ماكو غير يعني هذا انا في رأي احسن حل هاي واحد اثنيا حقيقة يعني احنا نسمع الربق الكهربائي بيننا وبين الاردن وبيننا بينما الاردن ترى بلد فقير طبعا بين الكهرباء زايدعتهم وشوف الشعب واحد يعني انا رحت للاردن للمعالجة شوف اه اجرنا شقة لهذه نطفي الكهرباء من نطلح كلها نطفيها هذا الاجهزة الثلاجة الهذه ومن نرجع الان شوف الشعب داي يسرق الكهرباء يستخدموه بشكل غير واعي يعني كثير من الامور تجيب شركة استثمارية يهجبون عليها ويحرقوها الشعب ايضا غير واعي مع احتراماتي مو كل بس الطبقة او الاغلبية غير واعية ايضا ممكن نرجع له انعكاسات الطبقة السياسية بين الشعب الاراق نعم انعكاسات طبقة احنا اذا نضل على هاي الطبقة السياسية الفاسدة اللي دمرت العراق من كل النواحي وجعلت منه دولة شبه دولة وخلقت دولة عميقة تستطيع ان تفعل ما تشاء وتقتل ما تشاء وتقطف ما تشاء هذه الدولة العميقة لا زالت تتحكم في العراق وأبشرك انا اليوم قبل ما اجيكم هناك خبر مهم جدا انه ايران قطعة سواء الغاز او الكهرباء عن كل المحافظات اللي مرتبطة بيها بالكهرباء وقبل حتى الماء قبلها شان قطرة الماء نعم نعم لماذا ما نفكر بمصلحتنا العد شو دولة كت فكر بمصلحتها تدري ليه خليج والسعودية وايران تركيا تدري ليه ايه انا قبل الفترة سماعت انه هناك نظام سواء في تونس او الجزائر انه مزدود الجنسية لا يجوز ان يمسك مسؤولية في الدولة سواء التونسية او الجزائرية هنا دولة كلهم عندهم وانت لو تلاحظ اكثر من جنسية يعني ويكون ولا يعني حتى غسيل الامال وسرقة امال البلد صح يروح للبلد اللي هو ساكن بيه وعندما يكتشف امره يهرب الى ذلك البلد ويتحصن به من خلال اه اه حصولها عد جنسية في ذلك البلد ولذلك هؤلاء جاءوا ليخربوا جاءوا ليسرقوا جاءوا ليحصلوا ما يحصلوا من امال السعب العراقي المسكين والشعب مع احتراماتي اليه ايضا الشعب اه مع الاسف خانع ساكت اه لا يحترض على ما يحصل لهم يجي يوم يحتي يعني اه اه ظهر فعلا الشيء كبير والرقعة زائرة ما يجي يوم اه ما يجي لا الشباب اه قدموا سبعمائة شهيد وبين خمسة وعشرين وثلاثين الف جريح خمسة الاف منهم شبه معوق دائمي ومع ذلك لم يتحرك الشعب ولم يساندوا هؤلاء بالفعل هي كل الشعوب تحتمد على انتفاضتها كما حدث في كثير من الدول ولكن ولكن هنا ما يعني ما عندي اي تفسير يعني اذبنا يجي يوم نعيش حيات مثل اني نستحقها سياطة الفريق انا جدا ساعد بحضور شكرا لوقتك ونورتني شكرا جزيلا الله يخليك اهزائي المشاهدين يعني فعلا الموضوع مؤسف يعني هو كله مؤسف سواء اذا صارت هذا العملية تخريبية سواء هي من الداخل ضيم سواء هي اصل من الخارج معتك وضعف اما موضوع نعالج هذا الموضوع بمنظومة طائرة مسيرة فهذه مشكلة نتمنى انه يعني في اتفاقية بروكسل الحالية يصلكوا توفير الطاقة الكهربائية وبالتالي يعني تصلكوا طاقة كهربائية يزيني في ظل اتفاع بدرجات الحرارة عزيزي المشاهدين وصلتوا إلىكم من ناعد حلقتنا ناعد اليوم انتظروني بالحلقات القادمة تيمو الله ترجمة نانسي قنقر